ودي ليلة وترية وبداية الليالي العشر الأخيرة في رمضان دعوات كل جماهير النادي الآهلي بالتوفيق إن شاء الله للنادي الآهلي في المباراة الحاسمة والمصيرية ولكن منتظرين بإذن الله 11 راجل في الملعب النادي الآهلي تعرض لمثل هذه المواقف كثيرا لعبة النادي الآهلي اتعرضت للضغوط دي كتير جدا وكانوا دايما قد المسئولية النادي الآهلي هو البطل لأفريقيا آخر سنتين هو الحاصل على الصبر الأفريقي آخر سنتين هو برونزيت كأس العالم آخر سنتين واثقين جدا في رجال النادي الآهلي واثقين أيضا في دعم جماهير النادي الآهلي وعشان كده في ليلة النهاردة عايزين حضراتكم تشاركونا على هاشتاج 11 راجل في الملعب رسالتك وجهها للعبي النادي الآهلي ولفريق النادي الآهلي وبإذن الله بكرة بعد دلوقتي بأربع ساعات لأن مباراة الساعة 12 نكون بنحتفل بصعود النادي الآهلي يا كابتن هيسم للدور قبل النهاية بإذن الله شاء الله وبركاته